ما زلنا نتحدث في الفصل الثالث الخاص بالنظام المحاسبي ونتناول الآن الجزء الثالث أو الخطوة الثالثة من خطوات النظام المحاسبي أو الدورة المحاسبية وهي ميزان المراجعة تناولنا فيما سبق أن الدورة المحاسبية تبدأ بدفتر اليومية الذي يتم الترحيل منه إلى دفتر الأستاذ ويتضمن دفتر الأستاذ مجموعة من الحسابات يتم ترصيد هذه الحسابات بحيث يظهر لكل حساب ما يسمى بالرصيد وهو الموقف النهائي لهذا الحساب تأتي مرحلة ميزان المراجعة والذي يعني أنه كشف أو قائمة ذو جانبين يعد في تاريخ معين تظهر به الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة للحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ ويستخدم ميزان المراجعة لتحقيق وظيفة التلخيص حيث أن الأرصدة تمثل الموقف النهائي لتفاصيل العمليات التي تمت داخل المنشأة ومن ثم فإنه يمقدم أرقام ملخصة للعمليات حيث أنه يحدد الموقف النهائي لكل حساب على حد كذلك يجب أن يكون مجموع الأرصدة المدينة يتساوى مع مجموع الأرصدة الدائنة تطبيقا لنظرية أو قاعدة القيد المزدوج والتي تنص على أن كل عملية مالية لها طرفين أحدهم مدين والآخر دائن وكلهما متساويان وبالتالي يجب أن تتساوى الأرصدة المدينة مع الأرصدة الدائنة في ميزان المراجعة لدينا عدة أنواع من ميزان المراجعة النوع الأول منها هو ميزان المراجعة الذي يتم إعداده بالمجميع أي بمجميع الجوانب المدينة والجوانب الدائنة للحسابات في دفتر الأستاذ ولكن يمكن إعداده بالأرصدة فقط أكتب كل حساب ورصيده ولكن توجد طريقة ثالثة تجمع بين الاثنين أن يتم إعداد ميزان المراجعة بمجميع الجانب المدين والدائن وكذلك أيضا الرصيد سواء كان مدينا أو دائنا وإن كانت الطريقة المفضلة والأكثر استخداما هو إعداد ميزان المراجعة باستخدام الأرصدة الخاصة بالحسابات في دفتر الأستاذ لدينا مجموعة من الملاحظات الهامة على ميزان المراجعة فنؤكد على أن وظيفة ميزان المراجعة هي التأكد بصفة دورية من صحة تطبيق قاعدة القيد المزدوج والتي تنص أن لكل عملية مالية لها طرفين أحدهما مدين والآخر دائن ويجب أن يكون متساويين وكذلك التأكد من صحة الإجراءات المحاسبية الخاصة بالإثبات في دفتر الأومية ثم الترحيل منه إلى دفتر الأستاذ ثم ترصيد الحسابات ويجب التأكد من توازن معادلة المحاسبة باستمرار كذلك فإن ميزان المراجعة يوفر قائمة أو كشف بالحسابات الموجودة بدفتر الأستاذ بأسمائها وكذلك أرصدتها ويثبت أن مجموع العناصر المدينة يساوي مجموع العناصر الدائنة لحسابات الأستاذ كذلك فإن توازن ميزان المراجعة وإن كان شرطا ضروريا إلا أنه قد يحدث أحيانا لكنه لا يقدم دليلا قاطعا على صحة كل خطوات الدورة المحاسبية من تسجيل وتبويب وترصيد لأن هناك بعض الأخطاء التي لا يستطيع ميزان المراجعة الكشف عنها كذلك فإنه إذا حدث ولم يتوازن ميزان المراجعة وكان هناك أخطاء ولم يتم اكتشافها وأدت إلى عدم التوازن هذا فإنه يجب على المحاسب أن يقوم بمراجعة جميع العمليات منذ بداية قدها في دفتر اليومية وحتى إعداد ميزان المراجعة حتى يتمكن من اكتشاف مثل هذه الأخطاء ترجمة نانسي قنقر